السلام عليكم معكم دكتور صدية محمود إريطا الناس اللي بتعاني من مشاكل في أسنانها الناس اللي عندها التهابات في اللاسة أي حد بيعانه الباب في اللاسة بيروح للصدية وحيث حاجة مسكن سريع طبعا المفروض الصح انه يتجه لطبيب الأسنان عشان خاطر يشخصوا التشخيص الصحيح ولو في تسوس او في صوسة لازم يتشال لو كان دخل على عصب عيقصر تأثير كبير وعيام شديدة لو فيه التهابات في الفم واللسم فبرضو لازم الشخص او المريض يروح لطبيب الأسنان طيب الوقت المريض عيروح الصيدلية وعياخد اي حباية مسكنة واغلب الناس ساعات بعد ما تقلقوا ان الحبوب بتأثر على المعدة فاتجوا الاكياس اللي هي بتضف مية زي كتفصت اكياس بس مشكلة كتفصت انه سعره بقى غالي والسعر الكيس اربعة جنيه وكمان اللي بياخدك اصلا سريع المفعول يا دكتور وبيجيب نتيجة على طول وخايف على المعدة طب ماشي انا معاك بس سعر الكيس اربعة جنيه تمام طيب الناس سألوني مفيش يا دكتور حاجة رخيصة حاجة تبقى زي الكتفصت ورخيصة وكمان تعمل كتفصت مش تعمل طعم لازع شوية تمام شكال نهاردة معانا ديكلوتازين اكياس ديكلوتازين اكياس الاكياس دي ايه الميزة اللي فيها اول حاجة سعره سعره بخمسشر جنيه طبعا سألوني مؤخرا بخمسشر جنيه تقريبا نص التمن بتاع الكتفصتب ايه الميزة التانية؟ الميزة التانية اللي فيه انه فعلا طعمه ينسون يعني لو شميتو ينسون يعني انا هناخد الكيس ونحطه على ربعة ونص كباية مية ونقلب كويس تمام وطعمه فعلا ينسون يعني كمان طعمه مش لازع طعمه مش عادل طعمه مش مملح ودي حياة كويسة جدا يمكن شركة ميزن اهتمت بالموضوع ده اهتمت بالطعم واهتمت بسعر الايه العلبة تمام؟ طيب هو استعمال ديكوتازين اكياس بيستعملوا في ايه؟ بيستعملوا للمرضى اللي عندهم الام في سنانهم بعد خلع الاسنان وبعد العاملات الجراحية الستات او البنات اللي عندهم مشاكل في الدورة الشهرية عندهم الام الدورة الشهرية كمسكن سريع الناس اللي عندهم آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� لازم لا ينفع الإصراف في المسكنات يعني أقصى حاجة لإستعمال المسكنات كما استعملوا أسبوع بالكثير خالص لا يجب انتجاه وتوجه إلى الطبيب المختص كمان الأكياس دي استعمالها أقصى استعمالها كيس على ربع كباية مية أو نص كباية مية مع التقليب الكويس بعد الأكل ثلاث مرات في اليوم عايزة أقول نقطة لمرضة الكبد ومرضة الكلة طبعا ممنوعين يستعملوا هذا ومرضة الضغط طبعا بلاش يستعملوا الدوا دا ولو استعملوا يبقى لازم الضغط يكون متضبط كذلك برضو مرضى السكر برضو يستعملوا بحذر شديد ومرضة القلب بلاش يستعملوا الأكياس دي الأكياس دي تعتبر مسكن قوي وفعال مسكن للألام ومضاد للالتهابات وخافض للحرارة علبة ب 15 جنيه لو بسعر قديم بسعر الجديد ب 18 جنيه يعني سعر مقبول جدا بالنسبة للكدفست يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا ربكم استفادتم السلام عليكم